ترجمة نانسي قنقر ومكاسب سياسية لصالح نظام مجرم لتعويم نظام بشار الأساد نحن نرفض تماما القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة نحن الآن وقفين بمعبر باب الهوى لنقول كلمتنا كلمة الشعب السوري المظلوم أن هذا النظام يقوم باستخدام ورقة سياسية قادرة مفضوحة لكي يساوم هذا الشعب على إغاثاته وعلى المعونات التي تقدمها الدول نحن نطالب الأمم المتحدة أن تقوم بدورها كاملا تحاسب المقصرين عن إدخال المعدات والأجهزة التي كان من المفروض أن تدخل في الأيام الأولى لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهالينا ونطالب كذلك بفتح المعابر مع الشقيقة تركيا بشكل كامل ولأمد غير محدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر